الخبر الأول اللي عندنا عن تكملة فضيحة مريان غريب ونكرانها لأختها وأبوها ولكن طبعا بالبداية اللي ما شاه في المقطع السابق فنصحكم تروحوا نشوفوه على المتفتهمون القصة بالكامل ونغلب الأشخاص شان يسئلون مني ستيلا وشلون عرفتوها وبعد شوية بحوثات عرفنا أنه ستيلا أساسا داخلها بفريق اسمها محمد مكي وهذا فريق عدهم مليون مشترك وهيها مع دقلات بها تقريبا 130 ألف مشترك طبعا تدخلوا عليه مقطع لهم وتزون بيع الوصف راح تشوفون أنه موجودة حساب ستيلا مكتوب عليه ستيلا غريب بس اضغطوا عليه راح حولكم لحسابها الأساسي وتقدروا من خلال أنه تتابعوها كل حساب موجودة هذه الصورة اللي فيها الأخوات اللي ثلاثة مجتمعين مريانا وكريستينا واختهم ستيلا وإثما شافين أنه هذه الصورة عليها لايك من مريانا شخصيا والصورة نازلة من عام 2019 يعني من الواضح أن القصة والمشكلة الصيرة بيناتهم مو كلش قديمة وطبعا بالنسبة للتحريات اللي سويتها بالمقطع السابق أنه قلت أنه مريانا يمكن أحلام نفصلين عن بعض ونقسمة العائلة للأسف حبايب هذه التحريات اللي سويتها طلعت فعلا صحيحة فلو دخلوا على حساب مريانا بالإنستجرام وتنزلوا به على أول صورة ناشرتها راح تشوفون أنه ناشرة هاي الصورة نوعا ما صورة غريبة بين بيها أنه كأنه الأهل متعركين وأنه هي طالعة من البيت لما هذا الشي ما صار وياها ما كانش راتيش صورة بحسابها لإنستجرام وطبعا واخيرا مريانا ردت على الموضوع ولكنها من نزلت مقطع تشرح بين موضوع بالكامل أو من نزلت ستوري يعني تحكي به ونوعا مجرد مريانا نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي كاتبي بشوية كلام تمدح بي نفسها وبالأخير شوي تلوم نفسها وتقول إن الضمير مالتها يأذيها ومن هذا الكلام طبعا نزلت شي شي يزوتها ما كريستينا نزلت تقريبا نفس الستوري تبعوني يا حباي بالكومنتات ما أدري صراحة شنو رأيكم بالموضوع الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني فجوان نزل على ثابة بالإنستجرام شوية ستوريات يحمس بها المتابعين للمقطع اللي حنزل اليوم راح يكون مقلب وطبعا بنفس الوقت يذكرنا إنه الأغنية ما تباقيلها يومين بس راح تقوم هذه الستوريات شوفوها كيف مش أخباركم اليوم على الساعة أربعة عنا مقلب بجنة اللي بتانفقنا حكيت عنه من يومين وبعد بكر الكليب أنا حاليا صاحب النوم بس حبيت تخبركم إنشور الخبر بكل مكان إنشور استوريات اليوم على الساعة أربعة عنا مقلب بجنة على القناة أمر اليوتيوبر الثالث اللي عدنا فهو أبو فلا فأبو فلا نزل على حسابة بالإنستجرام شوية ستوريات يقول بها إنه يمكن يسوي أغنية فماذا الصراحة كتبونا بالكومنتات هل تتوقعون بمثل أن أبو فلا حيسوي أغنية راح تقوم هذه الاستورة عن الموت تفتهمون أكثر ولكن هذا ما يعني إنه إشري واحد وإشري ما راح يكون في أغنية لا إي راح يكون في أغنية جماعة استغفر الله توبه خبير حبي يستغفر الخبر الثالث اللي عدنا عن التهجم اللي تعرضت لمريانا لو دخلوا على آخر مقطع نزلته وتنزلوا بيع التعليقات راح تشوفون إنه كل التعليقات ينقل بوز بالإنجليزي فكتوب جيش ستيلا وقليقات بين هاشتاك فضيحة مريانا وطبع ما قلت لكم عم بديفتهمون الموضوع وروحوا في المقطع السابق فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم هذا التهجم وهل هي تستحقها أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن التهجم المتابعين على نور ستار فنور نزلت هذه الصورة على حسابها بالإنستغرام اللي تعرضت بها للتهجم فهو يصار يقول لها أن الصورة هذه غير مناسبة فلو انتمدت متلية العراق بهذه الصورة فهذه الصورة يا حبايب قدامكم كتبونا بالكومنتات هل هي تستعق التهجم اللي تعرضت له أو لا الخبر الخامس اللي عدنا عن مشكلة المتابعين قمر مار ويا محمد مار من جديد طبعا مثل ما تعرفون أنه قمر مار حاليا سافرت للعراق ولكن حساب قمر مار بالإنستغرام حتى ما دينس دون الفانزات أنه هو الحساب موجود بتركيا يعني الحساب ما مفتوح بالعراق تقوم أنه قمر مار بالعراق فهذا يدلل أنه الحساب موجود عد محمد مار وطبعا هذي فسر ليش قمر مار ما صورت أي ستوري عن السفر فما دل الصراحة بالموضوع اكتبونا شو رأيكم بي وشلو تتوقعون نستبع بالحقيقة إنه ليش قمر مار بدا صورت استوريات وهي بالعراق وبس والله هنا وصلنا إلى هذه المقطات من المقطع جاوكم لسحطونا لها شاركو بالقناة شاركو بايزي مخاطر مملكة الخصاص وشكرا لكم على اللايكات وحطوا اللايكات وبس مع السلامة